في الفيديو ده هشرح لكم احدى الصريقة نزلت في عشرين خمسة وعشرين لتحميل برامج مايكروسوفت اوفيس بالزكاء الاصطناعي واحدث اصدار نزل. وزي ما انتم شايفين كده انا مسابت عندي مايكروسوفت اوفيس لتي اس سي بروفيشنال بلاس عشرين اربعة وعشرين. ولو جينا دخلنا كده على برنامج الاكسل نلاحظ ان هو شغال معايا وكل حاجة مفتوحة معايا ما فياش اي مشاكل. تمام? وطبعا اي موقع هنفتحه هيبقى تابع للمواقع الرسمية لشركة مايكروسوفت. وعشان ما دلعش وقتوك بقى يلا بينا نبدأ في الشرح على طب. طبعا اول حاجة هتعملها لازم تمسح اي نسخة اوفيس موجودة عندك على الجهاز. طب هتمسحها ازاي? هتنزل تحت خالص كده عند قيمة وهتبتدي تدوس عليها بالشكل ده. وبعد كده هنختار من هنا هيبتدي يفتح معنا الصفحة اللي قدامك دي. هنيجي من الصفحة دي نختار كلمة اللي هي البرامج اللي عندك على الجهاز. تمام? بعد ما تفتح معك الصفحة اللي قدامك دي كده هنيجي في المكان ده بالزبط و هنبتدي نعمل عن كلمة هنكتب كلمة تمام? هيبتدي يظهر لك برامج اهي. هتبتدي تدوس عليها بالشكل ده وهتعمل من هنا. بعد كده هندوس على كلمة اللي ظهرت دي كده. وبعد كده هيجي لك رسالة تأكيد. هتبتدي تدوس على كلمة تمام? وزي ما انتم شايفين كده بيقول لك تتم الآن ازالة مايكروسوفت اوفيس تلتمائة خمسة ستين من الكومنتر. بعد ما يخلص بقى وتتأكد انه مساح لك برامج مايكروسوفت اوفيس كلها من على الجهاز هتفتح اي متصفح عندك. وبعد كده هتيجي هنا في السيرش بوكس وهتبتدي تكتب الكلمة دي. اللي هي اوفيس تمام? وهتفتحها بالشكل ده. بعد كده هتبتدي تدوس على اول اللي هو ده. بعد كده هيفتح معك الصفحة بالشكل ده. هتنزل تحت جده هتلاقي كلمة قدامك اهي. هتبتدي تدوس عليها بالشكل ده عشان الادة تنزل عندك على الجهاز مفيش اي مشكلة. بعد ما الادة بقى تتحمل عندك هتدخل على على الجهاز بتاعك هتلاقي متحملة معك اهم. هتبتدي تاخدها برا خالص كده على الدسكتوب. وبعد كده بقى اركز في الخطوات اللي جاية دي كلها عشان مهمة جدا. هنبتدي ندوس هنا على كليك يمين ونبتدي نعمل نيو فولدر. تمام? هننزل تحت خالص كده وندوس على كلمة نيو فولدر. هيبتدي ينشئ ملف جديد معي وهسميه مسلا عشرين عربعة وعشر. تمام? بعد كده هاجه اقف على الادة بتاعتي وادوس على كليك يمين وبعد كده هعمل لها run as administrator. هيجي لي رسالة تأكيد هبتدي ادوس على كلمة yes. وبعد كده هيظهر لي المربع اللي قدامك ده. هنزل تحت خالص كده وادوس في المربع اللي هنا اللي هو كليك هير. تمام? بعد كده هدوس على كلمة continue. هيبتدي يفتح معي بقى المربع الصغير ده. وده معناه اللي انت تحدد المسار اللي هيبتدي عمل لك للملفات فيه. فهنبتدي ندوس هنا على كلمة تمام? بعد كده هندوس على كلمة وبعد كده هنحدد الملف بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه اللي هو عشرين اربعة وعشرين. هنبتدي ندوس عليه بالشكل ده كده وهندوس على كلمة اوكي. تمام? هيخلص بقى ويجيب لك الرسالة دي اللي هي. ولو جينا دخلنا كده على الملف بتاعنا اللي احنا عملناها هنلاحظ ان في اداتين نزله معانا اهو. نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. هنيجي بقى نفتح الموقع التاني بتاعنا اللي احنا هنستخدمه النهاردة. والموقع ده اسمه هنيجي هنا في السرش بوكس هنبتدي نكتب الكلمة اللي هي تمام? بعد كده هندوس انتر وبعد كده هندوس على اول معنا اللي هو ده. وطبعا اللي مش هيعرف يوصل للصفحة دي يبتدي يكتب لي في الكومنتات وانا هبعط له الرابط على اول حاجة بقى تعملها بعد ما توصل للموقع هتبتدي تحدد الاصدار اللي هتوافق مع الجهاز بتاعك سواء هو اتنين وتلاتين بيت او اربعة وستين بيت. طب انت هتعرف ازاي? هتخرج برة خالص كده عند الدسك توب وهتيجي على زيز بسي او ماي كمبيوتر وهتبتدي تدوس عليها كده بكليك كيمين وتنزل تحت خالص تدوس على الكلمة برو بيرتس. تمام هيبتدي يفتح معك بقى الصفحة اللي قدامك دي وتنزل تحت خالص كده عند السيستم طيب هتلاقي اربعة وستين بيت اهو زي ما انتم شايفين. فهنرجع تاني عند الموقع بتاعنا وهنبتدي ندوس على اربعة وستين بيت. نجي بقى للخطوة اللي بعد كده وهنبتدي نحدد النسخة اللي احنا عايزين نحملها من برامج هنيجي ندوس على الاختيار ده كده هيظهر لي النسخ بتاعت برامج كلها. احنا هنا عايزين نحمل اوفيس عشرين اربعة وعشرين. فهندوس على الاختيار ده اللي هو اوفيس التي اس سي بروفشنال بلاس عشرين اربعة وعشرين. بعد كده الاختيار التاني هتسيبه زي ما هو والبروجيكت هتسيبه زي ما هو والأديشن بروتاجت زي ما هو. تمام? بعد كده هننزل تحت هنخلي دي عشرين اربعة وعشرين. وبعد كده هتسيبه برضو زي ما هو. نيجي بقى لحدد البرامج اللي انت عايز هتتحمل مع النسخة دي. يعني ممكن تحمل والاكسس والاكسل والباور بوينت والباور بوينت زي ما انت عايز. فهتبتدى تدوس كده عشان تحدد اللي انت عايز تحمله ولي انت مش عايز تحمله هتخليه على كلمة اوف. هبتدى حدد بقى البرامج اللي انا عايزها بس والبرامج اللي مش عايزها هخليها على كلمة اوف. تمام? فهحمل هنا الورد والاكسل والباور بوينت بس. بعد ما اخلص بقى هدوس هنا على كلمة بعد كده بقى هنبتدى نحدد اللغة بتاعتنا. هندوس هنا على الاختيار ده كده هيزهر لك كل اللغات المتاحة معاك تنزل بها البرامج. فاحنا هنختار هنا تمام? بعد كده بقى لو انت عايز تضيف لغة هتدوسها على الاختيار ده وتبتدي تحدد اللغة اللي انت عايزها وبعد كده هتدوس على كلمة بعد ما تخلص بقى وتحدد اللغة وكل حاجة هتبتدي تدوس على كلمة وبعد كده هتنزل تحت وتدوس على كلمة تاني وبعد كده هتنزل تحت هنا عند وهتبتدي تدوس هنا وتقفلها تمام بعد كده تنزل تحت وتدوس على كلمة والنسخة بقى اللي بتتسبت معك اللي هي عشرين اربعة وعشرين هتلاقي موفر لك بعد كده هندوس هنا على كلمة وننزل تحت هنا هندوس على كلمة تاني. وبعد كده هتنزل تحت خالص هنا وتدوس على كلمة تاني. تمام? بعد كده بقى هندوس على كلمة. بعد كده بقى هننزل تحت خالص هنا وندوس على كلمة اللي هي بالزرق دي. تمام? هيبتدي يفتح لي بقى الصفحة اللي هتظهر دلوقت. بعد كده بقى هنبتدي ندوس هنا على هنبتدي نحددها بالشكل ده. تمام? بعد كده هندوس على كلمة اوكي. بعد كده بقى هنوافق الاتفاقيات. هندوس هنا على كلمة. وبعد كده هندوس على كلمة اللي هي ظهرت بالزرق دي. تمام? هيبتدي يحمل لك بقى البرنامج بالتسبيت بتاعه عند عند عندك في الجهاز. يعني لو جيك دخلت مسلا هنا عند هتلاحظ ان فيه اداة نزلت معك اللي هي. هتبتدي بقى تاخد الادة دي من هنا تمام وبعد كده هترجع تاني للملف بتاعنا اللي احنا عاملينه اللي هو اوفيس عشرين اربعة وعشرين وبعد كده هتحطها هنا تمام بعد كده بقى هنمسح الاداة دي اللي هي هندوس هنا على عشان نمسحها خالص واحنا مش محتاجين غير الاداة الجديدة اللي احنا نزلناها بعد كده بقى هناخد الملف ده وهندخل على تمام بعد كده هنخش على هنا وبعد كده هنحطه في المكان ده بعد كده بقى هنفتح الملف بتاعنا بالشكل ده ونيجي بقى الاهم خطوات معنا عشان نسبت البرامج فاركز فيها قوي هننزل تحت هنا في وهنكتب الكلمة دي اللي هي تمام بعد كده هتظهر معي دي اهي هنقف هنا وندوس على بالماوس وهندوس على تمام هيبتدي يفتح معايا بقى المربع اللي انتو شايفينه قدامكم ده وركز بقى في الخطوات دي جد. هنيجي في المكان ده بالزبط كده وهنكتب تمام بعد كده هنعمل بالمسطرة تمام بعد كده هنرجع تاني للمسار بتاع الملف بتاعنا هنطلع فوق خالص كده وهنبتدي ندوس بكليك شمال بالماوس تمام هنبتدي يفتح لي المسار بتاع الملفة واللي هو سي وبعد كده نقطتين وسلاش عشرين اربعة وعشرين بعد كده هتاخده وترجع تاني عند اللي احنا فتحنا وهتحطه في المكان ده وبعد كده هتدوس هيبتدي يفتح لك مصار جديد اهو هنيجي بقى في المكان ده وهنكتب الكلمة دي اللي هي تمام بعد كده هنعمل مسافة بالمصدرة تاني وبعد كده هنعمل علامة العلا ونيجي بقى هنكتب الكلمة دي اللي هي سي او ان اف اي جي يو ار اي تمام بعد كده بقى هنعمل مسافة تانية بالمصدرة وهنكتب الكلمة دي اللي هي سي او ان اف اي جي يو ار اي تي اي او ان. وركز في الكلام اللي انا بكتبه ده بالزبط واقع تغلط في اي حاجة. وبعد كده هتيجي في الاخر هنا هنتكتب دوت اكس ام ال. تمام? اتأكد بقى ان الكود ده انت كتبته زي ما انا عامله كده بالزبط. وطبعا من شعرف يكتبه يبعتلي في الكومنتات وانا هبعت له الكود جاهز مفيش اي مشكلة. بعد ما اتخلص بقى هتدوس على انتر. تمام? هيبتدي بقى زي ما انت شايف كده يقول لك وكده البرامج مبروك عليك هتبتدي تتسبت عندك على الجهاز. وزي ما انتو شايفين كده التلات برامج اللي انا حددتهم اللي هو الورد والاكسيل والباور بوينت هما اللي بدأوا ينزلوا عندي على الجهاز وفيش اي مشاكل فيها. تمام? هيخلص بقى تحميل وهرجع لكم تاني عشان نشوف النسخة شغالة ولا لأ. بعد ما يخلص بقى تثبيت البرامج بنجاح هتلاحظ ان الرسالة دي ظهرت لك هيقول لك معنى كده ان برامج نزلت كلها على الكمبيوتر عندك. تعال كده بقى نجرب البرامج دي شغالة ولا لأ. هندوس هنا على تمام? بعد كده هندوس هنا على قائمة تمام? وهندور هنا مسلا على برنامج الورد. هننزل تحت كده. هنلاحظ ان برنامج الورد اهو يا جماعة. هنبتدي ندوس عليه بالشكل ده. تمام? قادي برنامج الورد اتفتح معايا. وهنلاحظ ان هو الاصدار الجديد اللي نزل بالذكاء الاصطناعي اهو يا جماعة. تمام? وعشان نتأكد برضو اللي احنا نزلناها هندوس هنا على كلمة تمام? وهننزل تحت وخلص هنا عند كلمة وهندوس عليها كده. هيظهر لنا كلمة هنبتدي ندوس عليها بالشكل لك. هتلاحظون اللي تثبت معك مايكروسوفت اوفيس التي اس سي بروفشنال بلاس عشرين اربعة وعشرين. ولو جينا فتحنا الاكس اللي هتلاحظ ان هو شغال معنا هو يا جماعة ما فيش اي مشكلة وبرضو بالاصدار الجديد اللي هو عشرين اربعة وعشرين زي ما انتم شايفين كده. وكده يبقى احنا وصلنا لهاية الحلقة بتاعتنا. يارب الشرح يكون بطريقة بسيطة وعجبكو وناس كتير تكون استفادت. ولو فعلا استفادتم ما تنسوش تعملو لنا لايك وكومنت على الفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكو كل جديد معنا.